الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يوسف ربحي من بني دوالة زيوزو سلمني على ناس زيوزو أحباب قلبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبكم في الله يا سيدي أحبك الله الذي أحببتني لأجره يقول أنا أصلي ولكن أرتكب كبيرة من الكبائر فكيف أتوب قال علماؤنا عليهم الرضا والرضوان كلما أحدث الإنسان معصية أحدث لها توبة سي يوسف إن تشغل أكشد لاغوم لاغوم هاي لاغوم كلما أحدث الإنسان معصية أحدث لها توبة إيقوميها الممحات هكذا احنا نسموها الممحات شد الممحات ومحيها كيف تمحيها؟ البكاء في صلاة الليل سوجة ركعات وابكي بين يدي الله واحد ما يعرفك واحد ما يشوفك واحد ما يسمع بيك لا رياء ولا سمعة بينك بين ربي روح الراس جبله وصلي سوجة ركعات ابكي قل له يا ربي اسمح لي هكذا اخرج لربي عرياني يكسيك ماشي طريق المعيس وطريق النفاق قباله مع ربي يا ربي أنا إنسان جاهل أنا غافل أنا إنسان ضعيف اسمح لي يا ربي هكذا قباله قباله أما هذه زعمتها يا ربي اسمح لي يا ربي أنا درتها بصر ما كنت ناوي وانا كنت نيت مليحا وانا قلبي بياض وانا حنين هذا جاعة كدب فالكدب قباله أخطيك مالكدب كلما أحدث معصية أحدث لها توبة يقول أنا أصلي ولكن أرتكب كبيرة من الكبائر فكيف أتوب؟ تندم على ما فعلت تعزم على أن لا تعود تقلع فورا وتكثر الطاعات يقول وما يجب أن أفعل كي أكفر عنها يقول وعندما يقنط إمام مسجدنا تقوم القيامة من أهل خليطة أهل خليطة نحن كنا نحدر من أبي خليطة أنتم عندكم أهل خليطة يعني عائلة كاملة من أهل خليطة ويقولون أن القونة في الصبح بدعة والله هذا كلامهم بدعة وعلى إمام مسجدكم أن يستمر على إحياء السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لا زال يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنهم في الحديث الصحيح قال لا زال رسول الله يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا سمعت يا ابن دولة سمعت يا يوسف حتى فارق الدنيا والدليل على ذلك خمسة وسبعين خمسة وسبعين صحابي منهم العشرة المبشرون بالجنة كلهم كانوا على قنوة صلاة الصبح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يدوموا على قنوة صلاة الصبح وبلغ عدد الصحابة خمسة وسبعين ما للإمام انتعكم عليه أن يستمر على قنوة الصبح حتى يفارق الدنيا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال على قنوة الصبح حتى فارق الدنيا يحبوا أهل خليطة ولم يحبوش الله يخلطها عليهم كما خلطوها على الشعب الجزائري كان الشعب على السنة على السنة يعني تروح الإمام في أضرار يجاوبك نفس الجواب تعال الإمام تعتيزيوزو تروح الإمام تعتيزيوزو يجاوبك نفس الجواب تعال إمام تعنابة تروح للطرف يجاوبك نفس الجواب تعال إمام تعوهان الشعب جزائري موحد فقهيا كلمة واحدة على مذهب إمام إداري الهجرة جاء وخرجوه خليك من البدعة خليك من البدعة يعني السنة حولوها إلى بدعة والبدعة حولوها إلى سنة هايلك البدعة اللي حولوها إلى سنة السمعون يملح السمعون يملح هذا دعاء ختم القرآن دعاء ختم القرآن ليروا يجيبوا الإيمان في الحرم هذا الدعاء بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه دعاء داخل الصلاة بهذا الدعاء بل لم يثبت أن النبي صلى التراويح أصلا النبي صلى يوم أو يومين وما تحبس ولم يثبت عن رسول الله ولا عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يصلوا التراويح ولما يكملوا يرفضوا يدهم داخل الصلاة ويدعوا بذلك الدعاء كأنه صورة البقرة هذا الدعاء بدعم وهاني نواجهكم وكنت سمعوا فيها لعنده دالين بل للنبي عليه الصلاة والسلام جاب دعاء ختم القرآن داخل الصلاة ومن بعد ركعه وسلم يجيبهن والله إذا جبتهن أنا سأعلن توبا تعي الدعاء لبدعة رده سنة والدعاء لسنة لهو القنوط رده بدعة فهمتم كيف السنة ردها بدعة والبدعة ردها سنة الإمام أنتاكم تابني دوالا على الحق وعليه أن يصمر على الحق ومن يتبعش هدو واسميتمت أهل خليطة وعندما يقنط إمامنا تقوم القيامة من أهل خليطة ويقولون أن القنوط في الصبح بدعاء ويجب القنوط في الويتر يقول أصلي ثمانية ركعات بعد العشاء واتمانية قبل الفجر الصبح وأصلي بعدها الشفع الويتر هل هذا صحي؟ نعم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بليل ويتر اجعلوا آخر صلاتكم بليل ويتر يعني انتهي صلي الشفع وبعد نفل كما تشاء وبعدها صلي الويتر هذا صحيح ما تفعله صحيح ما رأيش خايف عليك من هذه المسألة أنا خايف عليك من الكلمة اللولى اللي قلت وأرتكب الكبائر يقول من فضلكم أريد أن أعرف وقت صلات الفجر السنة هل صحيح عشرين دقيقة بعد الآذانة رسمي لأنه عندنا يؤذن مرة واحدة فقط حسب التوقيت الرسمي وأهل خليطة يجبروننا على الانتظار عشر دقيقة أن تصلي مع الإمام الراتب الإمام الراتب الإمام الراتب هذا اللي يتكون في المعهد وتخرج وقرأ عند الشيوخ ووفق تعليه إدارة الشؤون الدينية ووزارة الشؤون الدينية ووظفات إمام ليحافظ على المرجعية الوطنية على المرجعية الوطنية صلي وراء هذا الإمام أما أدوب بن خليطة ونقيطة وأبو صليطة ونعف هذه الأسماوات جابوها ما أنزل الله بها من سلطان لا تصلي وراءهم أصلا صلاتهم باطلة لأنهم سحولة قشرهم ما يتوضعوش لا يعرفون الوضوء كيف تصلموا أنت والعقيدة أو تجسيمية أن يقول على المنهج اليهودي في الاعتقاد صلم على الجماعة المالكية السنيين لتعرف الإمام من تحمل متفقه وفقه أما يجي الأنوال يقول لك الرزنامة تعوى الزارة الشؤون الدينية ما شي صحيحة يعني الرزنامة لداروها علماء وفقهاء وعلماء فلك وصادقت عليها الدولة الجزائرية ما شي صحيحة ورزنامة لدارها هو وشيكون هو هذا وشيكون عالم علماء الفلك عالم علماء الشريعة مفسر للقرآن وشيكون يجي ضم مرجعية بشي ابننا مذهب أبو خليطة حسبونا الله ونعم الوكيل السي يوسف سلمني على ابن دولة الله يعمر داركم بالخير والبركة السائل يقول من براقي يقول أنا وزوجتي نصوم صيام الكفارة منذ الفين وستة ولا السطاش المهم الخطمة وشواضة وفي يوم سبعة من شهر ديسمبر الفين وستاش استيقظت صباحا على الساعة السادسة وشربت قطرات من الماء سهوا لأنني كنت عطشان علما أن الأذان الثاني أذن على الساعة فهل أعوضه؟ لا تعوضه وصيامك صحيح وتستمر على الصيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة